موسيقى موسيقى السلام عليكم اخوتي المغرب انا نادية من مدينة قوني طيران كنعود لكم واحد القيصة التي سمعتها ستصدمه انا وقع لي واحد المشكل كنت راهنا واحد الدار وماتمو لها ببغى ينصبو لي الابن دياله راهنت 14 عام ديال الخدمة في الكابلاج مجمعت ذيك الفلوس يغفر لي 12 ساعة بالحدودة الناس يخرجوا والناس يصافروا انا يمقابل عراق كيف نسكن فيها نسكن فيها نستراسي لهذا دبا ما ترقمو البطار والزوجة دياله وابن دياله ما بغاوش يعطيونا الالف قلوس دياله اللي تكاثبتو معاه هرامات سيرو تبعوه الأقبر دبا انا غاي خرجوني نهار 24 في هذا الشهر نهار اثنين ان شاء الله لهذا اخوتي المغاربة انا ما عندي فين نمشي لاحوه يجي في الزنق ما عندي اتشي بلاسة دارنا صغيرة ما عندنا فين غادي نمشي لهذا بغايتكم توقفوا معايا اخوتي المغاربة انا تكاثبتو في القيادة عن طريق القيادة بالموحامي بكل شي السيد الابن هذا دياله جاي بباب الكروسة ومعهم عارف رأسهم بطار ماشي في اسميتهم وهم يجيبين ببابهم كينصبوا على عباد الله انا جمعت 10 مليون جمعتها بززز باش كملتها وكملتها بزززز باش وصلت لها وتكملت بالسلف باش وصلت لها ديق 12 مليون جمعتها اطلت عليهم تكاتبني جامعي هنا الابن والاب والامديان هنا في الدار تكاتبنا اعطيتهم الفلوس والزوجة ديالك تقولي يا شوفي إلا انت سكنت هنا لتحت لما عجباتك تطلع الفقر الدنيا هانية لي خيستك ما تخافي ممتشي حاجة نار لي ما تباهم قلت لي لا خرجين ما كان عارفوك انت تبعي اللي تكاتبتو معه رمات واني من نهاري ما عنديش فينين بات قصة ديالة تتصدم كل شي يا خي لان لا يعقل اب ديالك تصرف طول الأقبر بهذه الحالة أنا الزوج ديالها وهذا الشي اللي داروا الناس رمك يديروا الامس المين لتشي واحد لانه لا يعقل انك ببقع اللي عارفوه شنو كيعمل ويجيتي معه وكاتبش معه كاتبتو ويقع الناس اللي فادره هو اللي كان كيجيبوا لانه انسان معاق ما غادش يمكن اللي هيجيبوا وحده تجيبوهو مارا معادي الناس كامل اللي راهنين معنا هم اللي كيجيوه وباش تقولي يا سير انت يوصل عليها للقبر اللي بغتي فلوسك هذا الشي رمك يقبلوا لاربي لعبدو وهذا الشي كان طلبوا بكل مسؤولين بكل اي واحد من الحقوقين قاعدين مدخلين في هذا الشي يشوفوا في هذه الناحية تكتبنا بحل جميع الناس في القيادة عن طريق المحامي برهينة عقد راهن اللي كيديروا فيه اسمية ديال الراهن والسمية ديال الراهن والقدر ديال الفلوس والتاريخ ما كنخلصوش الكرة مية وعشرين الف درهم 12 مليون بلا كرة كتخلص الموضة ديالك نهار اللي كتخرج عامين عامين الأب ديال هم توفى عام فش كتبنا العقد من مرهب عام توفى الأب ديال هم من مرهب خمس يام جيت طالبه قال لك جاتنا دعوة ديال المحكامة بالإفراغ خمس يام خمس يام خمس يام عن الوفاة دياله اه صنالي هو قال ليا الأب ديالي توفى الزيته كل شي من مرهب خمس يام يدق علينا مفوض قضاء تأتي بالنورقة ديال الإفراغ ديال المحكامة را عندكم دعوة ديال الإفراغ والمحكامة تقريبا شي ثلاثة المليون ونص اللي خسرنا فيها عبين المحاميين ما بين المحاميين والمصاريف ثلاثة المليون يعني راولت القضية في مية وخمسين ألف درهم خمستاش المليون ما اخذيناش حقنا التحكمات بالإفراغ نهار 24 فات الشهر قال لك تخوض دار سأأتي القوة وقال لكم ليلة هي الله فين غادي نمشوا فين غادي نمشوا ما عندنا فين غادي نمشوا السلام عليكم أخوتي السلام عليكم أخوتي السلام عليكم أخوتي وعندي أوليداتي وعندهم أوليداتهم لا يمكن أن نخرج شيء وندخل شيء لا حول أو لا قوتي إلا بالله أنا أطلب من المسؤولين أن ترى من حالة هذه البنت لم يعدها فين تبشي 14 عام عادة القابلات لا يمكن أن ترى من المسؤولين سواء أو ثلاثة سواء ونرى الخدمة للجري في الليل في أي وقت ولم يعدها في نهاية أولادات تبشي أنت ترى من المسؤولين ومن الناس الذي يرون هذه البنت لم يعدها فين تبشي من الليلة وهو حاملة ومن سببها نتجد أن تلقى لها التنسيو وماتت لها البنية في الكرشة لها التنسيو والدابة وما لا حولها وما لا قوة وانا نطلبهم اللهم المسؤولين وجلالة المالك وقفوا معنا في هاد المحنة هاد البنت هادرة ما عدا هاش بين تبشي ما عدا هاش بينغتبات تالي لوحده، كان طالب حقها انا كنطالب عب الحقوق دي لي ترجع لي انا مبغيت احتي شي حاجة انا بغيت تعالي حقي ارجع لي انا بغيت احتي شي حاجة